جن مسلم يقول أسرار لرجل صالح عن الشياطين الشياطين تهوى العيش في البؤر العفنة وتكذبها النجاسات والروائح القذرة لهذا إذا سمعت الأذان إلى الصلاة ولت هاربة إلى أقرب دورات المياه وهي تصم أذانها بيديها أو تستخشي ثيابها بل منها من يقفز إلى بلاعات المجاري أذا إذا دخلت للوضوء أدخل بقدمك اليسرى وأن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وحذر النساء من ألا يلقين الماء المغلي في البلعات دون تسمية بسم الله ودون الاستعاذة من الشيطان الرجيم فقد يقتل هذا الماء شيطانا فيحاول أهله الانتقام من أهل البيت وخاصة المرأة التي تفعل ذلك ولو تمكن من التلبس بها احذروا وجود التمثيل والمجسمات والصور وفجأة وفي لقاء الأول مع الجن المسلم تلفت يمنة ويسرى ونظر إلى السقف وهو يلقي السلام وفجأة شاهد لعبة وزه فقال لي بحده واهتمام هاتي سكينا وأقطع رأسها فورا أو غط بحيث لا يظهرك رأس مجسم أو تمثال وصح هيا هيا إلى الخارج قلت لماذا تفعل هذا؟ قال أرى شيطان على رأس الوزة وغطينا رأسها فانصرفت الشيطانان بفضل الله قلت له بالنسبة للصور الفوتوغرافية هل تجذب الشياطين أيضا؟ قال فيها مغناطيسا تجذب الشياطين فلا تعلقها ولا تضعها مكشوفة فلو كانت على كتاب أو مجلة أقلبه أو أقلبها بحيث تختفي الصورة ويا إخي الملائكة لا تدخل للمنزل إذا وجدت صورة فهي تنفر منها حسب ما علمت قال الجني وإياك أن تدع غرفة بالمنزل خالية من حركتكم ونومكم وذكر الله تعالى بها إذ لو فرشت غرفة نوم وتركتها خالية فإن الشيطان ينام على هذا الفراش وشغل هذه الغرفة وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر